ماشي خلينا هكمل لك بس النقطة الاولية احنا قلنا لازم الغزاء بتاعنا يبقى صحي صحي يعني يعني فيه سبع حاجات اساسية اول حاجة في السبع حاجات الاساسية بنتكلم عن استاني مية اجيب لك شايف انا جايب ايه بجيب بجيب يعني انا بجيب عندي ايه بجيب الكارتونة كده بجيب مجموعات كده مع بعض كده ازاز مية كده اهو وباشرب مية لازم نبقى عارفين الحاجة بنقول النظام الغزائي اللي يخلو من شرب النظام الغزائي اللي بيخلو من شرب المية نظام غزائي غير صحي ليه بقى لان سبعين في المية من الجسم بتاعنا مية تسعين في المية من الدم بتاعنا مية سبعين في المية من العضلات بتاعتنا مية تلاتة وستين في المية من الجلد والبشرة بتاعتنا مية اه المية هي الوسيلة اللي بتنيلنا جميع العناصر الغزائية لجميع خلايا الجسم الميا يعني الخلاب تاعتنا تعمل بفاعلية. الميا يعني التختيس. الميا يعني النحافة. الميا يعني حياة صحية. الميا يعني وجعلنا من الماء كل شيء حيء. كل شيء حيء. يعني الحاجات الميتة اه. اه فقط هي التي لم تخلق من الماء. فلو احنا عايزين نعيش حياة صحية لابد ان احنا لو ننسى شرب الميا اه ده كده رقب واحد. اه تائم حاجة نتكلم فيها علشان ما يحصلناش حبوت وما يحصلناش دوخة وما حصلنا شص داع وما حصلنا شace الاشياء لابض ناخد مالتي فيتامين المالتي فيتامين ده بيكون موجود فيه موجود في طبق الصراطة وخماسي الالوان بتاع الدكتور احمد عطيها الدهشان طبق صراطة اخماسي الالوان بيتكون من اللون الابيض اللي هو التوم والبصل اللون الاخضر زي الخص والجرجير والكارفس والبروكلي والشابت والبقدونيس والفجل والرجلة والكابوتش والايسبرج والملفوف واللهانة اللون الاحمر زي البنجرة والشمندر لون برتقاني زي الجزر لون الاصفر زي اللامون والفلفل الاصفر. طبق صلطة خمس الالوان ويا سلام رشة آآ رشة كركم خفيفة كده حاجة بسيطة كده على الوش مع معلقة زيت زتون كده كويسة يتحطوا عليها طبق صلطة خمس الالوان في زيت معلقة زيت الزتون يا سلام عايزة تزودي الفاعلية وانساعد برضو في التخسيس زودي حطي معلقة بزور الكتان مطحون بزور الكتان حطي معلقة منه على طبق الصلطة. طبق الصلطة خمس الالوان دي لو بدأت الواجب بتاعك بيه من ها هتشباعي هتيجي تاكل هتاكل كميات اكل قليلة اخدنا كميات اكل قليلة يعني سعرات حرارية قليلة يعني التخسيس. وطبق الصلطة ده انا عايزين يبقى عريض واسع كبير. فاحنا بنتكلم لو احنا عايزين نخس بشكل فعال وبرضو محسناش بقى المشاكل اللي الصحية اللي بتيجي كنتيجة الناصر بيتامينات. فالبيتامينات هنأخدها من طبق الصلطة اللي احنا اولنا عليه ده. تمام يازر? padware kbalia? كده اه. كده 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 تكلمنا دكتور احمد في طبق الصلطة. كده دكتور احمد تكلمنا في طبق الصلطة خمس الالوان. طب بعد كده دكتور احمد دي اللي ممكن احنا نعمله. بعد ما تكلمنا عن طبق الصلطة خمس الالوان نتكلم عن احنا مهتاجين النشويات مهتاجين البروتينات والدهون والنشويات. الدهون الصحية لو تتذكر في طبق الصلطة احنا عطينا معلقة زيت زتون ديت دهون صحية. ممكن برضو زيت الكانولة تستعملي برضو على طبق الصلطة او تستعملي في الطبخ بتاعنا سواء زيت الزتون او زيت الكانولة. يبقى احنا كده اخدنا الدهون الصحية اللي احنا عايزين بنسبة تلاتين في المية من الوجبة بتاعتنا. لو عايزين نخس نركز في الدهون الصحية. ليه الدهون الصحية? دهون الصحية بتخش تتخلص من الدهون الضارة اللي جوه الجسم وبالتالي تخسيس الفعال الدهون الضارة اللي هي احنا الدهون بتاعتنا بنقسم على الحاجات الدهون السلسية الدهون الضارة والهايدنس لابو بروتين اللي هي دهون النافعة الدهون النافعة دي ما بتخش جوه الجسم بتخش تكسر الدهون الضارة وتتخلص منها فتسيحها وبالتالي مع شربة الميات المية هذي دون الضارة تنزل معنا في البول والبرازوي ونتخلص منها بشكل مستمر وبالتالي نستطيع ان احنا آآ نخس بشكل آآ آآ فعال من خلال هذي دون النفع. عايزينا بنسبة تلاتين في المية تكون موجودة على الاكل بتاعنا نستخدمها في الاكل بتاعنا. بنقول عشرين في المية من الوجبة بتاعتنا محتاجين ها البروتينات. يعني الوجبة بتاعتنا عشان تبقى صرحية محتاجين عشرين في المية منها بروتينات. البروتينات زي اللحمة والفراغ والسمك والتونة والسلام. كل البروتينات باسسنا. او بدي كده البروتينات. محتاجين بنسبة كم في المية عشرين في المية من الوجبة بتاعتنا. بنقول محتاجين اه خمسين في المية من الوجبة بتاعتنا النشويات. النشويات بناخدها خمسين لو الشخص صحيا بخير. مش كل الناس بنكتب لهم النشوات من البداية يعني. على حسب طبيعة الشخص. لكن الطبيعي بالنسبة للناس اللي هي صحيا بخير ما عندهاش. الناس مسلا دي بالنسبة مسلا ولكن النشويات احنا بيحتاجينها بالنسبة خمسين في المية بالنسبة للناس اللي مسلا ما عندهاش اي مشاكل صحيح. خمسين في المية ديت يا دكتور احمد يعني اه بنقول مسلا النشويات كلنا عارفين الرز والمكارونة والحاجات ديت بشكل اساس. خليني بقى دلوقتي خليني دلوقتي. مكمل غزائي يعني هو اه. مم تمام. بس انا بقولك يعني انا وجبت اي فيتامين حبوب اخده ده عايزي ولا اكل اغزائي بس. والله اه. طب انا هقولك على حاجة. يعني انا اصلا. ايه الاعراض اللي موجودة? ايه الاعراض اللي موجودة عندنا بذلك? انا اصلا يا دكتور يعني بالنسبة لشرب المية انا باشرب مية كتير جدا. انا بحب المية اصلا. بس بطريقة. 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 شرب المية لو عايزين نخسل ايه طريقة معينة مش باشرب وخلاص. لا لا مش مسألة بتاعي. انا مثلا كل ساعة باشرب حوالي ببيتين تلاتة مية. بربو عليك بربو عليك. بس كويس جدا لكن هناك طريقة تشرب المية ممنوع شرب المية اثناء الوجبة او بعد الوجبة مباشرة. لا 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 خالص خالص لا لا.